شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليوم رمضان الدوحة موضوع حلقة اليوم نتحدث فيها عن الجود والإنفاق الذي هو من صفات المولى عز وجل يقول المولى تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك حلقة اليوم نتحدث فيها عن الإنفاق عن الجود قال النبي صلى الله عليه وسلم أجواد ما يكون في رمضان وها نحن في رمضان في ثالث أيام رمضان أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ضيوفي اليوم متميزين وضعت الشيخ ثابت القحطان حياك الله يا شيخ ثابت وحياك الله يا شيخ وحييك وحيا الشيخ أحمد وبرك الأمة الإسلامية والعربية بهذا الشهر المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر عز وسلام وأمن وأمان وتمكين لأمة الإسلام اللهم أمين أيضا شيخ فاضل دكتور أحمد الحماد يحياك الله يا بصالح الله يحييك يبارك فيك وحيا الشيخ ثابت وجميع أخوان المشاهدين ونسأل الله لنا ولهم القبول في هذا الشهر اللهم أهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة لإسلام والتوفيق لما تحبه اللهم أمين حلقتنا اليوم إن شاء الله سنحاول إن شاء الله نتكلم كثير عن مفهوم الجود عن أنواع الجود عن موضوع الجود والإنفاق في رمضان وخاصة عندما نربط لكن ودنا نعرف ما معنى الجود شيخ ثابت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم السادة المشاهدين من أهل الجود ومن أهل الكرم الجود لا شك أنه معنى عظيم والعلماء يقولون أن الجود من المعاني الكلية يدخل فيها كل فعل صالح وكل عطاء حتى قال بعضهم أن الفرق بين الجود والكرم يقال أن الكرم هو البذل معطي بنفس أما الجود فهو الذي يبادر بالعطاء قبل السؤال ولهذا قال الجود هو الذي يعطي من غير سؤال صيانة للآخذ من ذل السؤال وهذا مفهوم جميل جدا ورائع يعني كون أن الإنسان يبادر بالجود قبل أن يأتيه الإنسان بحاجته وفاقة هذا أمر عظيم لأن من الناس الشيخ أحمد الكلام للجميع من الناس من يستحي أن يسألك في أي شيء يعني لا يسألون الناس إلحافة يعني تجدهم كأنهم أغنياء من التعفف وهذا جميل أن الإنسان يسأل عن حال إخوانه قد يقول قائل وكيف أعرف أفرق بين الفقير والمحتاج نقول بمسألة السؤال اسأل عن إخوانك نحن ندرس في أحد الجامعات الموجودة الآن في قطر ومعنا مجموعة من الطلاب الذين يدرسون معنا يعني جاءون بعثات من بلادهم والمكافآت التي تعطى إليهم قليلة جدا ولا يستطيع أن يسألك بحكم أنه طالب وأنت طالب فيرى أن الرؤوس متساوية فما يستطيع أن يسألك وهم والله من أشد الناس حاجة وفاقة يعني بحثنا عن البعض منهم ربما أخر تدريس بعض الأبناء بسبب المصاريف التي لا يستطيع أن ينفقها فالإنسان لا بد أن يتصف بهذا المعنى العظيم والذي هو معنى الجود شهر رمضان فرصة للجود وللعطاء لأنه جاء في الحديث أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلى وأشبه فعل يشابه فعل الباري هو الجود هذا أفضل شيء في علاقة الشيخ بين الجود والنفاق أو لهم معنى واحد والله شو هو أصلا الجود أنواع أجزاء الله خير المقدمة الطيبة الباري ما يبارك في شيء ثابت الجود إما الجود بالنس والجود بالنس يأغلى أنواع الجود وكذلك الجود بالمال بالنس مثلا ما حصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعزوية أحد مثلا الصحابة بعض الصحابة ثبتوا وقدموا أنفسهم حفاظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي البخاري أن كانت يده طلحة شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم رسل النبي صلى الله عليه وسلم وراه هو مقدم يده من كثرة السهام التي أصيب بها أصبحت شلاء وفي رواية عجيبة كوكب من المشركين مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فطلح بن عبيد الله أراد أن يواجههم فالرسول صلى الله عليه وسلم ثبته صبر يعني فتقدم رجل المسلمين قاتلهم فقتل الثاني الثالث 11 واحد قتلوا فخلص جاء دور الآن طلح بن عبيد الله فقاتل قتال الأحد عشرة رجلا ثم بعد ذلك أحد الكفار ضرب أصابعه بالسيف طب إذا واحد ضربك بالسيف على يدك خاصة بتقول حس قال حس آي فرسل رسول صلى الله عليه وسلم قال لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون الله عجيب ما شمعني لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون ليش ترفعك الملائكة ليش السبب عصب من الطبيعة أن واحد يضربك على يدك بشيء سنين مثل السيف تقول آي تتألم طبيعي هذه طبيعة البشر فإذا أنت ترفعت عن طبيعة البشر انتقلها إلى طبيعة أخرى فحق لك أن ترفع لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون هذا الجد بالنس وهناك الجد بالمال كما تعلمون من ذلك عثمان رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة حثة على الإنفاق فجاء عثمان رضي الله عنه من ألف دينار وكبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم وكان الصحابة السابقون كما تعلمون في ذلك فجودهم بالنس وجودهم بالمال وجودهم بالعرض مثل ذلك اللي حدث في غزوة أيضا التبوك العسرة ما وجد مالا قال يا اللهم إني أتصدق بعرضي فسوف ما عند مال ولا يستطيع بنفسه أن يجهد خلص تصدق بعرضي فأمن يفكر في هذه الناحية من الجود أن الإنسان يتصدق بعرضه اللي يتناول العرضه خلصا مسامعة فحلو جدا صراحة فهذه من أنواع الجود عثمان رضي الله عنه قال ما ضر عثمان فعل بعد اليوم أو كما قال عسى السلام أيضا مبكر عندما كان يتسابق مع عمر يقول عمر ما تقدمت أمر أن لا وجدت أبو بكر يتبرع بكل ماله أيضا نريد أن نتكلم أكثر عن الصحابة عن أبو بكر عن عمر وعن فاقهم الصور مشرقة كثيرا في حياة السلف رضي الله عنهم كيف ولا وهم قد تخرجوا من تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون في كل عمل صالح بل العجيب سبحان الله أن هناك من الصحابة من جمع كل أنواع الجود والبر يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما صلى بهم الصبح قال من أصبح منكم اليوم صائم فقال أبو بكر أنا وهذا يسمى جود العبادة ثم قال ومن أصبح منكم وقد تبع جنازة فقال أنا ثم قال من أصبح منكم وقد تصدق على مسكينا فقال أبو بكر أنا قال من أصبح منكم وقد عاد مريضا فقال أبو بكر أنا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني ثم قال والله ما اجتمعت في امرئ أو في رجل مؤمن إلا كان من أهل الجنة وهذا من أعلى درجات الجود والإنفاق الجود مفهوم عظيم جدا ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام يقال أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام ما اتخذتك خليلا إلا لأمر فقيل وما هو قال الله عز وجل لأني رأيت فيك حب العطاء أكثر من حب الأخذ وهذا مفهوم عظيم كون أن الإنسان يعطي ويقدم فهذا من أعلى وأفضل وأفضل درجات العطاء والجود الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في مسألة العطاء والجود منهم كما ذكر الشيخ يعني أبو طلحة عندما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الصحابة رضي الله عنه يعني فطن لهذا المعنى العظيم وتأمله معنى جميل جدا أي أن الصدق والإنفاق لا يكون إلا من أفضل ما عندك ليست المسألة أنك تعطي الرديء ما لديك هذا فعل مذموم ولهذا الله عز وجل في قصة قابيل وهابيل عندما قال الله عز وجل واتلوا عليهم أي محمد نبأ الذي نعم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يقول العلماء في تفسيرها أن قابيل قدم أقل ما عنده بالرديء الزرع وأما هابيل فقدم أفضل ما لديه في الأغنام فأبو طلحة رضي الله عنه عندما جاءت هذه الآيات قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب الأمواله إليه يعني مزرعه حديقة تسمى بيرحاء وكانت في قبلة المسجد النبوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم لعله أحيانا يدخل إلى تلك المزرعة ويشرب من مائها فلما جاءت هذه الآيات يقول أنس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإني أجعلها صدقة لله أرجو ذخرها وبرها عند الله سبحانه وتعالى فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح ثم أوجهه النبي صلى الله عليه وسلم ودله على أقاربه فقال أرى أن تجعلها في الأقربين يقول أبو طلح رضي الله عنها فقسمتها بين أهلي وأقاربي فأفضل الجود من هذا الحديث أن الإنسان يبدأ بأقاربه لذلك من الفقه الأعوج أو السقيم أن الإنسان يبدأ بالأباعد ويترك الأقارب لا عليك بالناس الذين هم في أقاربك لهذا أحد الإخوة يسأل أحد العلماء يقول لي خادمة فقيرة وتحتاج المال ولكنني أعطيها يعني مصروف شهري وأنا أتصدق على البعيد فقال الأفضل أن تجعلها في الناس الذين هم أقرب إليك والأفضل أن تجعلها في خادمك أو في خادمتك لأنه هذا من البر ومن الإنفاق أن الإنسان يبدأ بأولو القرباء الحديث جميل وشيخ ثابت زاخير تكلم عن موضوع أيضا الصحابة تكلمنا عن أوبكر تكلمنا عن عثمان أيضا إذا تكلمنا نرجع إلى أجود ما يكون في رمضان الله كان سلم أجود ما يكون نرى تحية إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الرجل البخاري الحديث الذي ذكرته مختصرا جزاك الله خير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة هو طبيعة عليه الصلاة والسلام عموة جواد لكن أجود ما يكون في رمضان ليش السر في ذلك أنه حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة تستنتج من هذا أن أنت مما يدل على أنك أكثرت للوسة مع القرآن إذا ازداد عطاك في رمضان إذا ازداد عطاك إذا معنا ذلك أنت بعنا أن كنت مجالسة في القرآن كثير والإنسان يتأثر بالقرين عندك صديق سيد تتأثر به فكيف إذا كان هذا الصديق في القرآن أنت مجالسة وفي رمضان فمعنا ذلك أنت تأثرت به فازددت عطاء وجودا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم تنفعل فتتأثر فحينئذ تزيد في العطاء والجود الحديث الأخ ذكر الأخ شيخ ثابت جزاء الله خير أن أيضا القرابة لها أهم أو القربة لهم الأولوية في ذلك يروي لما مسلم الحديث زينب زوجة عبد الله بن سعود رضي الله عنهما قالت الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فجاءت لي عبد الله بن سعود رضي الله عنه وقالت إنك امرء خفيف ذات اليد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة فاذهب إليه فاسأله إن كان يكفي أن أعطيك من الصدقة وإلا صرفتها في غيركم قال بل ان تسأليه فذهب يقول فذهبت إلى بابه فإذا امرأة من النصار حاجتها حاجتي نفس السؤال فجاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى عليه المهابة الواحد يستهي منه فخرج إلينا بلال فقلنا له اذهب يا بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له إن امرأتان بالباب تسألانك هل تكفي الصدقة من مالهما على أزواجهما وعلى ايتام في جحورهما ولا تقول من هم المرأتان يقول فذهب بلال فقال يا رسول الله إن امرأتان بالباب تسألانك هل تكفي الصدقة منهما على أزواجهما وعلى ايتام في جحورهما قال من المرأتان قال امرأة من المنصار وزينب قال أي الزيانب قال امرأة عبد الله بن مسعود فقال صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة حلو والله أجر القرابة أجر القرابة وأجر الصدقة فيها أجران طبعا صلى الله عليه وسلم أقربون أولى بالمعروف لكن الشيخ ثابت كيف نتشب أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم في العطاء وفي الجود صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأسوة وهو الذي يحتذى ويقتدى به صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق يعني كما في حديث جابر أنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا صلى الله عليه وسلم حتى أنشد بعضهم يقولون ما قال لا إلا في تشهده ولولا تشهدوا لكانت لاؤه نعم لكانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم بل العجيب سبحان الله عندما تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه ينفق على فقر على فاقة يعني ما عنده شيء يعني هذا من أجود وأنوعي وأنبلي أنواع الجود والعطاء عندما يكون الإنسان فقير ومحتاج ثم يأتيه إنسان يسأله ولهذا سبق دينار ألف دينار الرجل كان له دينار فأنفق أحدهما وهذا كأنه نصف أو شطر ماله ومما يروى في الحديث الصحيح أن امرأة نسجت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة لباس كالإزار فأهدته إياها فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الهدية وكان كما في الحديث محتاج إليها فلما لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة وخرج إلى أصحابه وهم جلوس فكأن أحد الصحابة قال يا رسول الله ما أحسنها يا رسول الله اهدني أو أكسني إياها والنبي صلى الله عليه وسلم من هده لا يرد أحد صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزعها وأهداه إياها فلامه أصحابه وقالوا قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم فبرر موقفه ذلك الصحابي وقال والله إنما سألته إياها لتكون كفني أو كما قال أو بركتي في رواية النبي سعى سلم أردت بركتها لأن النبي سعى سلم لبسها يقول راوي الحديث فكانت كفنه رضي الله عنه وأرضاه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس ومع هذا الجود كان صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة لعروة ابن الزغير ابن أخيها كانت تقول يا ابن أخي كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهلة ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم النار ليس المقصود أنه لا يوجد النار النار موجودة لكن لا يوجد الطعام الذي يطبق في النار هذا معنى دقيق جدا لا يوجد لا لحم ولا قمح ولا بر فالإنسان لا بد أن يستشعر هذا الموقف اليوم لله الحمد لما تجلس وأنت تقرب الإفطار أو الصحور تجد ما لذ وطاب من كل الأصناف والألوان نعمة والله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا نعم لكن استشعر ما كان يمر بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة كانوا لا يجدون شيء حتى قال عروها لأمنا عائشة وماذا كان طعامكم قالت الأسودان التمر والماء هذا كان طعامهم بل كانت عائشة رضي الله عنها كانت عندما تخرج الصدقة تقول لخادمتها ما أبغيت لنا شيء قالت ألا ذكرتني الله أكبر هذا جميل جدا لكن ما زال الحديث مستمر مع ضيوفنا الكرام ولكن نعود إليكم بعد فاصل قصير اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات والقيام وسائر الطاعات أهلا ومرحبا بكم شاء الكرام من جديد في محورنا الثاني والآن نقف مع واقفتنا اليومية مع الدكتور سلطان الهاشمي وفقرة لطاف اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله يقول الحق تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاضي من الغيظ والعافين عن الناس ويقول الحق تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل هذه الأمة هي أمة الخير هي أمة العطاء ونحن في هذا الشهر الفضيل ينبغي أن يتعود المسلم على البذل ينبغي أن يتعود على الإنفاق ينبغي أن يتعود على إخراج الصدقات وإخراج الزكوات للفقراء ولمساكين الشريعة الإسلامية تريد من هذا المسلم أن يخرج من دائرة الشح ودائرة البخل إلى دائرة العطاء لا يكفي أن تحمد الله عز وجل بلسانك وأن تحمد الله عز وجل بمسبحتك ويدك مغلولة إلى عنقك لا تعرف بذلاً ولا تعرف عطاء ولا تعرف نفقة كل واحد مننا يستطيع أن يجد من هو أفقر منه فيتبرع له أو يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب درهم سبق مئة ألف درهم قال يا رسول الله كيف درهم سبقه مئة ألف درهم قال رجل له درهمان فتبرع بأحدهما في سبيل الله ورجل عنده مئة ألف درهم فأخرج منه جزءاً في سبيل الله عز وجل ولذلك أيها الإخوة الأحبة عندما تخرج هذه الصدقة ينبغي أن لا تخرجها وأنت مترفع وأنت متكبر على الفقير الحق تبارك وتعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فلا تعطيه وأنت مترفع وأنت متكبر كأنك تجرح كبرياءه كأنك تجرح هذا كأنك تجرح نفس الفقير أيضاً من آداب النفقة أنك تعطي الأقرب فالأقرب أنك تبدأ بالوالدين فتعطيهم من الصدقات ثم تبدأ بعد ذلك بالزوجة والأبناء فتعطيهم كذلك من النفقة ثم بعد ذلك تعطي بقية الأخوة والأخوات والأقارب وهكذا من الزكوات أو من الصدقات حسب ما يستحقون أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم رضى عنا وتولنا وارحمنا يا كريم حياكم الله من جديد نشكر الدكتور سلطان الهاشمي على هذه الوقفة اليومية وسأل الله أن يكتب أجر السامع والمتحدث يمكن الدكتور أحمد شيخ سلطان تكلم عن نسمح ورنا وتكلم فيه لكن ما هي الطريقة المثلة لإخراج الصدقة أول شيء يا أخي طبعاً باب الزكاة قبل باب الصدقة الزكاة فريضة والصدقة نافلة والفريضة مقدمة والزكاة وركن من أركان الإسلام وقد جيش أبو بكر رضي الله عنه الجيوش 11 جيشاً لمقاتلة المرتدين ومانع الزكاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري يقول من آتاه الله مالاً فلم يؤدي زكاة مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأخذ بالهزمتيه يعني شتقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك تصور المشهد بهذه الصورة يوم القيامة والعياذ بالله والله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب ألا يحسبن الذين يقلون بما آتاهم اللهم من بضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صورة صعبة جداً والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في رواية المسلم وغيره واللفظ لمسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار سبحان الله أنت لا أن ديقة وحدة ما يمكن تحطي صبعك في النار فكيف نار جهنم التي أفضع من نار الدنيا وهذا أبدا مستمر العمية مستمرة إلى أن يقضي الله بين العباد والله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم ما يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذه الآيات الأحاديث المذكورة في عقوبة مانع الزكاة لو الواحد بس يقرأها أو يسمعها حينئذ نتصور كيف سيؤدي زكاهنا الفريضة وركن لأن الإسلام لن يتهاون ونتمنى نركز في وعض عموما في المساعد وغيرها على ذلك لأن هذا الركن بعض الناس يتهاون فيه وما يؤديه فعلا أو يؤديه لكن ما يؤديه كما ينبغي يعطيه الزكاة لأمه وجدته وكذا ما يجوز الزكاة بالمناسبة كما تعلمون الشيخ ثابت طبعا يمكن أن أعلم مني في ذلك وكل أنه لا تحل للأصول ولا للفروع ما أعطيها أمي وأبوي ولا جدي وجدتي ولا أعطيه فروعي ولا زوجتيون ولا زوجتيون أن الأصل أن من يجب أن تنفق عليه لا تعطيه من زكاتك زكاتك سترجع عليك فما يجوز في هذا الباب أن تعطي أصولك ولا فروعك ولا زوجتك شيخ ثابت مقدمة شيخ أحمد جرتنا إلى موضوع وهو الوعيد الشديد الذي رب العالمين ذكره والذين يكنزنا الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابا أليم لا شك أمر الزكاة أمر عظيم والزكاة كما في الحديث حديث عمر بن الخطاب بني الإسلام على خمس فهو من أعمدة هذا الدين الإسلامي والزكاة كما ذكر الشيخ في قصة حروب المرتدين وقصة تسيير الجيوش الذي فعلها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والزكاة يعني ركن من أركان الإسلام ومن جحد هذا الركن فلا شك أنه كافر خارج من الملة فالزكاة أمرها عظيم والله عز وجل رتب على الزكاة الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في صورة التوبة إنما الصدقات وهو المقصود بها الزكاة إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وفي سبيل الله والمؤلفة يقولوا إلى آخر الآيات فهذه الأصناف الثمانية هي مقيدة في أمر الزكاة فلا تخرج إلا لهذه الأصناف الثمانية أما أمر الصدقة فأوسع وهذا حديثنا اليوم الصدقة بابها أوسع بابها كبير أما الزكوات فكما ذكر الشيخ فلا تنفق للفرض والتعصيب إنما هي لمن كان بعيد أبناء العم أبناء الخالة وهكذا أعنم فالصدقة القاعدة الوحيدة الشيخ أن الأصناف الثمانية نعم هذا ما يتعلق بالزكاة بالزكاة لا تصرف كما ذكر أهل العلم إلا في الأصناف في الأصناف الثمانية من أهل العلم من يتوسع فيها لكن في الحقيقة أن القول الراجح أنها محصورة في هذه التي ذكرها الله عز وجل في أصناف الثمانية أما باب الصدقة فبابها واسع جدا يعني الصدقة تستطيع أن تعطيها حتى الغني ولهذا جاء في الحديث أن رجل تصدق قال لا أتصدق أن الليلة بصدقة فتصدق بها فوقعت في يد زانية فتحدث الناس قالوا تصدق الليلة على زانية فوجد الرجل في نفسه ثم قال من الغد لا أتصدق أن الليلة بصدقة فتصدق بها فوقعت في يد غني فتحدث الناس والناس لا يتركون الإنسان في حاله في الغالب قالوا تصدق على غني ولما جاء في اليوم الثالث قال لا تصدقنا الليلة بصدقة فتصدق فوقعت في يد سارق فتحدث الناس قالوا تصدق بصدقة فوقعت في يد سارق فلام نفسه فأراد الله عز وجل أن يكرمه فعند منامه جاءه رؤية صادقة فقالوا تصدقت بصدقة فوقعت في يد زانية فلعلها تستعف عن الزنا وتصدقت ووقعت في يد غني فلعله يجود بما عنده من خير الله وتصدقت بصدقة فوقعت في يد سارق فلعله يستعف ويقف عن السارقة فالصدقة بابها عظيم وأمرها كبير لكن الطريق المثلى في أمر الصدقة أن الإنسان يخرج من نفسه الشح وميق شح نفسه لا بد أن تخرج الشح لهذا يقال أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يطوفه بالبيت وليس له إلا دعوة واحدة يقول ربي قني شح نفسي ربي قني شح نفسي فعندما يسأل فيقال لماذا؟ قيل لأن الله إذا وقاني هذه الخصلة فقد كفيت الشر أو أخرج من قلبي الشر فالإنسان يتصدق ويجود ونحن نعلم كما ذكرنا ونكرر أن هذا الشهر المبارك كما قال العلماء الذي هو أجود الشهور بل هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الرحمة فمن لم يدخلها في هذا الشهر فلن يدخلها في غيرها من الشهور ولهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه هذه كناية عن الذل التصق أنفه بالتراب من أدرك رمضان ولم يغفر له فحريم بالإنسان أن يبادر وأفضل ما يبادر به الإنسان في هذا الشهر المبارك الصدقة وسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان شيخ نحن نعرف دائما الواحد لما قبل في حياته يقول حقي عيالة إذا مت ابن ولي مستد إذا مت سووا لي كذا إذا مت سووا لي كذا ما هي الرسالة التي نوجهها اليوم للأغنية أنهم حقيقة هم يسوون حق أنفسهم في حياتهم غالية رسالة واجبت أن تلفرها هاي رسالتك أنت كنت تقول ناس الكلام بعض الناس يقول أنا إذا مت سووا لي كذا ليش ما تسوي في حياتك وخلاص ابدأ في حياتك وهذا معنى طيب ابدأ في حياتك سووا لا توصي قد الأولاد فعلا يعني كثيرا من الحالات الناس وصوا وأولادهم قد تروا ما أو ما نفذوا وصياهم فأنت الآن ما دم تحين أبدأ وبنسك نفذ سووا عمارة وقفية ابني مسجد احفر بير ساهم في مركز إسلامي وغير ذلك ابدأ الآن في حياتك ما تضمن حياتك يا أخي كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الغوت قال رب رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فأبدأ الآن من نسك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل في ربات المم مسلم أي الصدقة أفضل قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان خلاص وصلت الروح للحلقوم بتروح غيرك ففرصة الآن خاصة أصحاب الملايين في آخر لحظة يقول خلاص أنه موصي بالذور مالي ويتولاها أبناءه هنا وحينئذ وتضيع كذا حالة صراحة أمامي كذا حالة ملوة مشكلة والله فأنت في حياتك خلاص ابذل وسوب نفسك أوقاف وابني مساجد وغير ذلك لأن فعل الخير والمسلمون محتاجين لأموالك وأنت محتاج بهذه الصدقات أبدا أنت في قبرك ممدد وصدقة جارية تكب عليك يوميا يعني آثارها والحمد لله كم من المسلمين سيصلون في هذا المسجد كم من الناس سيهتدون إلى الله نحن نفتح مراكز في أوروبا مثلا كمثال أحد المراكز في برشلونة برشلونة فيها حوالي أربعمائة ألف مسلم جالية كبيرة وفقيرة فيه مصليات صغيرة وضيعة مستجرة أغلبها يعني غرفة واحدة صغيرة ناس متكتسين فيها أخرى تجسرينا ببنا الدور مممنا وحولنا فرممنا المدخل فقط كبداية ومكتوب زخارف لا غالب إلا الله لا غالب إلا الله هنا فورة الهيئة الأندرسية فالمرة يدخلون في هذا المدخل شو هو المدخل ومشاه الله مركز ولا مستيد مركز طبعا مركزي مدخل يبهرون فيسألون إيش هذا هذه أعطان المسلمين السابقين نحن قلدناهم طيب إيش والإسلام الإسلام كذا تصور شو أحمد بمجرد المدخل المبنى باقي المبلغ ما كان قد رمم حتى الآن المدخل بس بهذه الشاكلة تدري كم دهل في الإسلام فيه فوق الميتين شخص بالمدخل فقط بالمدخل فبعد ذلك طبعا رممنا باقي المبنى والمسجد يكتضي يوم الجمعة مع مرافقه المتعددة مع أنه صغير حوالي 1400 مصلي م شاء الله 1400 مصلي سبحان الله والناس متكتسين وهذه كمثال واحد كم أجر اللي سام في هذا المركز أجر عظيم جرا وجور منصب عليه هو في حياته يتبارك وهو بعد مواته متبارك وأبدا هداياه تات لأن النبي سام يقول من بنى الله مسجدا ولو ما في حصي قطابا بنى الله له بيتا في الجنة نسمع إن شاء الله أكثر مع ضيوفنا الكرام ولكن بعد هذا الفاصل القصير اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات أهلا بكم شاء الكرام من جديد والآن فقرتنا مع الشيخ تركي بن عبيد المري وفقهيات نشوف ونرجع لكم اللهم رضى عنا وتولنا وارحمنا يا كريم حديثنا معكم اليوم سيكون عن الأحكام المترتبة على الفطر في الصوم الواجب فنقول مستعينين بالله تعالى من أفطر بسبب عجزه الدائم كالشيخ الكبير ومريض للكلة أو السكر الذي يضره الصوم فهذا لا يجب عليه الصوم وإنما يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم والواجب في الإطعام هو تمليك الفقير لا إباحة الطعام له بأن يأكله لا بل تمليكه له يعطيه مدة بر أو نصف صاع من غير البر مما يجزئ في صدقته الفطر كالتمر والشعير والزبيب والأقط فإن عدم هذه الأشياء أجزأ كل ما هو وقوت من حب أو ثمر إذا كان يكال ويدخر مقدار المد بالكيل المعاصر اللتر يساوي ستمائة وسبعة ونصف ملي لتر وبالوزن المعاصر يساوي حوالي خمسمائة وعشرة جرامات إذن في نصف الصاع الذي يساوي مدين يكون باللتر ألف ومائتين وخمسة عشر ملي لتر وبالقرام يساوي ألف وعشرين جراما يعني كيلو وعشرون جراما أما من أفطر بسبب عجز غير دائم كالمرض الذي يعرض ثم يزول فهذا يسن له الفطر إذا كان يشق عليه صوم معه ولا يطعم ويجب عليه القضاء بعد ذلك هذا والله أعلم اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم حياكم الله شكرا من جديد وبرنامجكم رمضان الدوحة وحلقتنا اليوم عن الجود وعن الإنفاق لكن شيخ ثابت كيف نعلم عياننا اليوم الأجيال هؤلاء على الإنفاق على الجود ولو كان عندهم مبلغ بسيط كيف نربي عياننا على هذا الإنفاق معنى جميل جدا حتى قيل إذا أردت أن المجتمع يكون متماسكا مترابطا فعليك بداية بأسرتك لأنها النواه الأولى للمجتمع فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع ثم صلح العالم كله هذا المعنى جميل ويستطيع الإنسان أن يربي ابنه على مسئلية الإنفاق والجود بصور كثيرة وعديدة جدا منها على سبيل المثال وهذا الأمر قمت به شخصيا بنفسي كنا إذا ذهبنا مثلا إلى أحد الأسواق تجد أن الحمد لله الأسواق في قطر المحصلين متواجدون في كل مبنى وفي كل مول المحصل تجده يعرض بضاعته عنده كابونات مجموعة من الكابونات حفر آبار بناء مساجد إلى آخره تأتي بالأبناء ثم يقفون تقول لابنه اقرأ الذي يقرأ المادة صحيحة تقول يلا أنفق ثم تعطيها عشرة ريالات وهكذا هنا أن تستطيع أن تغرس في قلب الإبن معنى حب الصدقة والإنفاق وهذا معنى جميل أيضا في موقف من المواقف أعطيت أحد الأبناء مبلغ من ريال أو ريالين أشياء اليسير ثم يحاول بقدر ما يستطيع أن يدخله في صندوق التبرعات هذا المعنى جميل لن ينساه أبدا يا شيخ أحمد أنت تظن أنه بسيط لكن وقعه في قلب الإبن عظيم جدا له أثر بهذه المسابقات والمنافسات والجو الأسري تستطيع أن تنشئ جيلا صالحا يعيش مع إخوانه يفرح لفرحهم يحزن لحزنهم وهذا الذي رب النبي سعى السلام عليه المجتمع الإسلامي فالنبي سعى السلام شبه الأمة الإسلامية يعني كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسهر الحمى أحد الأمهات تعرفها في كل مرة تذهب مع ابنها تعطيه كيس من الحلوى ثم تقول له يعني فرقه على أصحابك وأحبابك هذا معنى جميل يا شيخ أحمد أنت الآن تغرس في نفسه حب التعاون وتنزع من نفسه الأنانية وحب الأنا والذات هنا هذا مفهوم جميل وهذا تغرس فيه حب المساعدة والإخاء وهذه من أجمل التربية للإنسان دكتور أحمد أنت تشوف خاصة في حملات كثيرة تصير في بناء المساجد زيارتك للمدارس كيف تشوف عياننا في مسرعة هذا الجنة والله عموما شيخ أحمد الناس فيهم خير كما تفضل شخ ثابت والمجتمع القطري فيه خير كثيرا الحمد لله مجرد ما تذكرهم أبدا يعني يبدلون الغالي والرخيص في سبيب ذلك ولا كما تفضل شخ ثابت أنت تروح الجمعيات الآن وتشوف المحصرين حوّد ابنك يعني حط ريال وكذا ويحط بيده تعطيه ويحط بيده فحلوة ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا تلفا رواه الإمام مسلم هذا الحديث الدعاء من الملك مؤمن منك الدعاء من الملك مستجاب ففرصة الآن تغرس فيه هذا المعنى وأي مبلغ شيخ وأي مبلغ تقو النار ولو بالشق تمرة صح عندك في حديث البخاري من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل سبحان الله تمرة عن شيء بسيط وما عندك ما تسوي شيء وتقع هذه الصدقة في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الذاك السائل أو الفقيل المسكين ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل اليوم القيامة هذا التمنة الصغيرة وهذا الرجاز القليل أو مثل الجبل وبعدين ليس فقط كذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قصة رجل في رواة المم أحمد قال كل مرئم في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس طبعا الشمس داني والعرق متصبب إلا سبع يظلهم الله في ظله نسأل الله أن نكون منهم في إنسان آخر له ظل خاص وظل الصدقة كل مرئم في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس وقال يحكم بين الناس فكان رجلا من السلو يقال له أبو الخير لا يخطوه يوما لا تصدق ولو بكعكه ولو ببصله فخرج إلى المسجد يوما في جيبه بصله فقال له قال يا هذا إن هذا ينتن عليك يخيص ثوبك في جيبك قال يا ابن أخي سمعت فلانا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مرئم في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس وقال يحكم بين الناس ولم أجد في بيتي إلا هذه البصلة فتصدقت بها حلوة إلا أنت إذا كانت بصلاة تؤجر فيه فكيف وتتحول لضلال يعني شيء كبير كالجبل سبحان الله الظل لك أنا تصوري أخواني يعني شغا عمد إحنا هل قطر عموما حكومة وشعبا من كونتنا كلنا يظل صدقتنا ما أتصور بلد في العالم مثل بلدنا حكومة وشعبا في البدل والعطاء أجيبا صلى الله عليه من هذا الأنفاق وهذه الآن وصلت إياكم إلى فقرة وهي تغريدات مختارة من الدعاء والعلماء نستعرض فيها بعض التغريدات المميزة من الدعاء والعلماء أول تغريداتنا الدكتور محمد بن حسن المريخي إذا أردت الكرامة والرفعة فاعطي القرآن أفضل الأوقات لقراءته وتدبوره وأول اهتماماتك واحذر من أن تجعله آخر أوقاتك والزائد من حاجاتك لا شك أن رمضان فرصة لقراءة القرآن ألف لام ميم ليس ثلاث حسنات وإنما ثلاثين حسنة أعتقد التغريد الشيخ ثالثة لا شك القرآن الكريم كما ذكر الشيخ الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يقولون أن القرآن نزل جملة واحدة في هذا الشهر المبارك في ليلة القدر وقيل أن ابتداء نزول القرآن كان في هذا الشهر المبارك أيضا التغريدة الثانية للدكتور عبد الله بن عمر البكري أيضا القرآن من أعظم أسرار بركات رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن أراد الفوز برمضان فليكذر من تلاوته وتدبره والصلاة به أعتقد القرآن جميل وخاصة المساج المنابر الآن الحمد لله وعندك ابن الآن فرصة ومن بعد صارة العصر يقعد في المسجد وعلى التكف وقرأ قرآن سبحان الله أي كتاب تقرأ أول مرة ما أودك تقرأ مرة ثانية أخذه على سبيل المثال كتب من مدارس لو لا أن الطلاب مجبرون لقراءته وعثمان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب الله كتاب الله يزيد على الطول التأمل بهجة كأن العيون الناظرات سيقول أبدأ أن أنت تقرأ هو أحد يغصبك من نفسك فحلو تؤجر التغريدة الثالثة لأيضا دكتور خالد المصلح يقول الصالح من الناس هو من صلحت سليرته وعلانيته فلا تكتف من الصلاح بالظاهر لا تكتفي من الصلاح بالظاهر والصورة فإنما ينظر الله إلى القلوب والأعمال جميل جدا ولهذا يقال أن ابن مسعود كان يقول ما يدلك على أهمية صلاح السريرة يقول عندما سئل كيف كنتم تستقبلون شهر رمضان قالوا لم يكن أحد مننا يجرع على استقبال الهلال وفي قلبه حقد كلام جميل صحيح التغريدة الرابع نشوف أيضا مشهر الكرام معاكم لأيضا الشيخ محمد بن صالح المنجد في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك رواه مسلم ومعناه تنفع به أو أن تتلوه أو عملت به وإلا فهو حجة عليك شرح النووي على الصحيح صحيحي مسلم القرآن حجة لك أو علي الناس كل الناس يغدو حديث المن مسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ آني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصادقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع النفس هم اعتقها أو موبقها الله أكبر التغريدة الأخيرة للدكتور أحمد بن عيسى المعصراوي نصيحة عند الانتهاء من الإفطار أو سحورك اترك كلمة جميلة لمن؟ لأجمل ما في هذا الوجود لأمك أيضا لاختك أيضا لزوجتك فهم أحقوا بها لما بذلوه من جهد وتعب من أجلك نعم جميل لا شك لأن الكلمة كما ذكر أهل العلم الكلمة تبني الكلمة تهدن الكلمة لها أثر جميل على ترك المشاعر والأحاسيس جميلة ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الرجل قد يتكلم بالكلمة يعني من رضا الله عز وجل لا ترفعه درجات وربما تكلم بالكلمة من سخط لا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرقي والمغرق وأعتقد اليوم أننا الفطور بيجهز أما تسوي أمك أو تسوي أختك أو تسوي زوجتك فأترك كلمة جميلة ولها أثر ولو بدعائك كذلك لإخوانك المسلمين ولأخواتك وللصائم كما جاء في الحديث دعوة مستجابة عند فطره وعنده هنا للظرفية يقول علماء عند الإفطار استغل للدعاء وهذه كلمة عظيمة شيخ كيف تعاملك مع التقريدات وتويجرات هل عندك تويتر هل تغرد ولا خالها بالصورة ما عرف السؤال ما عرف السؤال وكلام جميل أنا أرى أنه مع دخول هذا الشهر المبارك أن الإنسان يعكف على ما هو أهم ويترك وسائل الحديثة إلا بقدر الحاجة والاستطاعات لكن فرح اليوم شيخ رواد التقريدات اليوم وتويتر وما يتعلق أعتقد لهم مثل كلام الآن الجميل يترك أثر جميل أيضا وسيلة إذا استغلت السلال طيب وهي وسيلة طيبة وناجحة وهي سلاح ثوح الدين صحيح الكلمة الأخيرة شيخ ثابت وأيضا شيخ حمد والله الكلمة الأخيرة كما قال سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم وهذه حلقة عن الجود وهذه دعوة يا أحبة للإنفاق في موطن الجود وشهر الجود أنفق يا محبي ونفق عليك كلمة أخير الشيخ أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم في نبات الممسلم قال لأسماء أنفقي أو أنفحي أو أنضحي أنفقي أو أنفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك بعض الناس يقول لك زكاة تسعمية وخمسة وعشرين لا أخي خلها ألف ريال مرة أحده خلاص ولا تحصي فيحصي الله عليك فأنت لأش دقك كذا لا زودوا هلا صحوة شكرا للدكتور الشيخ أحمد الحماد يعودك معانا أيضا شكرا للشيخ ثامد القحطاني أيضا على وجوده معانا والشكر موصول لكم أنتم كرام سبعة يظلوهم الله في ظلة يوم لا ظلة إلا ظله منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه لنا حلقة قادمة إن شاء الله في القدن حتى ذلك الموعد سأدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان